موسيقى لأنك حين تحكم على دار المفروض أنها دار إسلام ومسلمين بأنها دار حرب أو دار كفر وشرك انتبهوا هذا يلزم منه لوازم وتتلوه توال كارثية مخيفة أكثر هؤلاء التكفيريين والجهاديين لا يدرونها أو لا يدرون بها لا يقال لهم هذه التوالية هذه اللوازم والتبعات مثل ماذا؟ واحد لا تقوم فيها الجمعة ما في صفر الجمعة تسقط الجمعة يا حبذة يا حبذة يا هنيئا لإعداء الإسلام يا هنيئا لإعداء هذه الأمة ألغوا هذه المنابر الجمعية تسقط الجمعة اثنين تسقط فريضة الدفاع عن هذه الأرض إذا دهمها أو صال عليها أو غزها غاز كافر محتل مستعمر ممنوعا تدافع عنها كيف تدافع عن أرض حرب أو أرض شرك أو أرض كفر لا يدافع عنها عجيب ومن هذه اللوازم أن تهجرها يجب أن تهجر دار الشرك هم فعلوا هذا لكن هجروا في مناطق في الصعيد في كهوف ومغاوير في الجبال أرادوا أن ينشئوا مجتمعهم الإسلامي النقي الصرف الذي حدثهم عنه بشاعرية منفلتة وهائمة المرحوم سيد القطوب أيها الإخوة هكذا ظن أن المجتمع يمكن أن يقوم بهذه الطريقة فاعتزلوا الناس وأووا إلى هذه المغاوير وتلكم الكهوف وظنوا أنهم أصبحوا أمة الإسلام وأن دارهم دار إسلام أما بقية الدولة المصرية والمجتمع المصري فهؤلاء كفار وأرضهم دار كفر ستقولون برح الخفاء الآن فهمنا لماذا كانوا يستحلون دماء الناس دماء أبرياء من الناس في نظر الناس طبعا شيء فضي مخيف هذا باسم الإسلام باسم قراءات فقهية في الكتب الصفراء والحمراء ممن لا يحسن ولا يفقه وليس هناك وليس هناك كما قلت لكم أقل درجة في هذه البشاعة والشناعة جماعة الجهاد التي نظر لها محمد عبد السلام فرج في كتيبه ليس في أطرحته العظيمة ولا مجلده العملاق في كتيبه الجهاد الفريضة الغائبة والذي عرف اختصارا بالفريضة الغائبة كتيب كتيب صغير محمد عبد السلام فرج وهو الذي أفتى بقتل السادات وأعطى الأمر الأمر المباشر الشخصي بقتله رحمة الله عليه وغفر الله له أعطى أمرا بقتل السادات عبد السلام فرج قال مصر دار كفر إذن التقى بماذا التقى بسيد خطب وبشكر مصطفى ولكن ولكن أهل هذه الديار سكان وقطان عمار هذه الديار ليسوا كفارا ليسوا كفارا هؤلاء لابد أن ندعوهم وأن نبين لهم وأن نعلمهم لا نحكم عليهم ويحكم على الدار بأنها دار كفر يحكم على النظام بأنه كافر على رأس النظام بأنه كافر ويجوز قتله بل يجب قتله يجاهد في سبيله بقتله شيء خطير أيضا وكارثي وعبث عبث بالدين والدنيا لكن أقل كارثية من جماعة شكري مصطفى شكري مصطفى القضية هنا تدرع على ماذا على هذا المفهوم الغامض الملتبس مفهوم الدار دار الإسلام ودار الكفر شكرا للمشاهدة